موسيقى طابة أوقاتكم عزائي المشاهدين في سلسلة الحلقات المكرسة للذكرى الأربعين على الثورة الإيرانية نستضيف أحد المشاركين في أحداثها والشاهد عليها والصديق المقرب لبعض من قادتها هو الأستاذ الدكتور دابيد عباس أبيستا الخبير بالشؤون الإيرانية الدكتور بيودني أن أسأل أولا ثمث من يقول أن الثورة الإيرانية التي اكتسبت بعد ذلك طابعا إسلاميا هي كانت على إصلاحات أشياء أو ما يعرف بالثورة البيضاء التي أطلقها والتي أعادت نمط الحياة الليبرالية إلى حد ما في إيران هل هذه النظرية صحيحة؟ تقريبا مرحبا أهلا وسهلا وأهلا لكم في باريس الأستاذ سلام وصافر أهلا وسهلا أهلا وسهلا لكل المشاعدي الأستاذ سلام وصافر الثورة الإسلامية في إيران كان الثورة ضد الثورة كان ضد الثورة الشهر ثورة البيضاء ما كان ثورة البيضاء كان التقدم للشعب الإيراني من مدينة حتى القراء كل القراء في جبال بعيد جدا ثورة البيضاء ثورة التعليم لكل الشعب طب لكل الشعب سيدلية لكل الشعب التقدم لكل الشعب والنساء حرية النساء من زمن رزاشة أبي محمد رزاشة النساء في إيران كانت الإيرانية المكانية تشاركوا في السياسة في التعليم في كل الأشياء لكن مع ذلك كان هناك فقر كبير في إيران ربما هو الذي دفع بهذه الألوف أو حتى مئات الألوف ربما الملايين للخروج وتأييد ثورة الخميني لا سيدة سلام مصافر أنا شخصيا بدي أعطيك مثال لأن هذا الأول كل دعايات مش سحيح أنا كان أمري في إيران كنت تربح ولكن أنت ساهمت في الثورة أنا ساهمت في الثورة مش كما رأينا بعد لأن من بداية خرية خرية لأن أنا كنت كاتب أيضا منذ كان أمري 14 سنة كنت أكتب في صحف إيراني نبرد ما مردم آفتاب الشرق خراسان في هذا الصوف أنا كنت أكتب وكاريكاتور أيضا ولكن طبعا كالصحافي وكالشاب كنا نريد أكثر من حرية حسنا ولكن الثورة الإسلامية إجاء دغري يعني حتى كل الرجال الدين ما كانوا يعرفوا بأنهم سيأخذون سلطة بعد سنة و سنتين جاء دغري جاء دغري سيادته صلاة المصافر يعني ما هو الدور الذي لعبتموه أنتم شخصيا في أحداث التي مقدمات الثورة سبقت الثورة نحن أنتم تعرف بأن نقول دائما نقول بأن أي حركة بحاجة للمحرك أي ثورة لهاجة أنزمة برنامج مساري والدعاية نعم الدعاية كان كبير وكثير جدا ونحن إذا في الزمن كل الناس خرجوا في الشبارع حتى كتبوا كتابة رسالة أعطوا للشاه والشاه قرأ هذا قال أنا سمعت صوت صوت صورة أنا أنا أريد أغير أشياء حسنا فلذلك هذا بعد أن كان المرحوم آية الله الخميني يبعث بخطبه من النجف عبر الكاسيت إلى إيران وتسمع في الحسينيات وفي المساجد نعم بس مش من نجف من فاريس لأن السدام حسين كان عنده علاقات طيبة مع شاه إيران لم يسمع له عندما هو سمع يعني سدام حسين عندما سمع وعرف بأن في خطة ضد الشاه ودخل وحكم على الشاه لأن سيادة السلام مسافر أنا لا أعرف أنتم تعرفون طبعا تعرفون أنتم بأن الشاه بدأ معركة ضد القرب معركة البترول هو بدأ وحو ألقى محاضرات كثيرة جدا وقال أنا أنا بدي أغير كل الاتفاقيات البترولية مع الغرب نعم هو قال هذا سنة خمسة وسبعين نعم خمسة وسبعين قال سنة تسعة وسبعين أنا لا أجدد الاتفاقيات البترولية مع بريطانيا ومع بلاد الأخرى هؤلاء الناس خانون ما ما أطون كما كان يكتب في الاتفاقيات منذ تلاتين سنة عندما الشاه إيران قال هذا سيادة سلام مسافر في نفس مساف مساف ومساف خسر وبعد كان محكمة وسجن في سجن كان هذا الشخص بهاجة المساري كتب هذا البرنامج للتغيير سياسي في المنطقة وباء هذا وبعدين كل ما رأينا وفق برنامج حتى اليوم إلدرمن حتى بول إلدرمن حتى اليوم فلذلك الثور بهاجة المساري مساري برزيدنت جيمي كارتر حاليا موجودة في أمريكا سيادة جيمي كارتر أنت قلت وكتبت نحن تفعنا خمسمائة مليون دولار للرجال الدين الإيراني بزعامة آية الله خميني من أجل الثورة ما هي مصلحتهم ها البترول عندما غلع وعندما الشاعر ما أراد أن أجدد اتفاقيات الأديمة هاي ملياردات دولار وخسارة خسارة اقتصادية كبيرة للأمريكا وللأوروبا سيادته نعم صلاة المصافر فلذلك في إيران أسسوا محلين في جنوب قهران محدية كمسجد كالحسينية كالحسينية لكن اسمه حتويتو محدية محدي المحدي المنتظر في جنوب في جنوب قهران و سيد أحمد كافي أنا كنت أعرفه جيدا هو كان رجل الدين و خطيب نام برواز نعم في شمال قهران بوني محل اسمه حسيني ارشاد حسيني ارشاد بوني بياد سيد محمد حمایون ترجمة نانسي قنقر